بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الفطرة تجب على المعيل للمعال المنفق الذي يصرف على الآخر لالذي يصرف عليه وهذه مسألة واضحة لكننا قد يكون عندنا مورد نحتاج أن نتأمل في حكمه ما هو؟ في كثير من البيوت يتوفى الأب ويرث الأبناء المنزل ويكون المنزل ملكا للأبناء ولكن عندهم في البيت خادمة عندهم في البيت والدة والدتهم عندهم أختهم نزلت ضيفة عندهم تأكل من خيرهم هنا لا يوجد معيل واحد المعال يتقاسم عيلولة مجموعة وهم كل الأخوة هذه أم كل الأبناء يتقاسمون مؤونتها وحوائجها فالعيلولة ليست تحت واحد بل تحت مجموعة فيأتي السؤال في هذه الحالة من الذي يخرج فطرتها؟ هل من يرغب؟ أو هناك شيء آخر؟ الجواب إذا كانت الأم في عيلولة الأولاد كلهم بنفس النسبة يتقاسمون فطرة واحدة إحنا خمسة وكنا ندفع في الشهر نفس المبلغ ونصرف على الوالدة من هذا المبلغ إذن نحن نتساوى في الصرف كم عددنا خمسة؟ فطرتنا نقسمها على خمسة كل واحد يخرج مقدار حصته هنا نوحد النوع كيف يعني؟ يعني الآن واحد يقول أنا كم عليك؟ قلنا لأنت خمس الفطرة لأن أنت واحد من خمسة إخوة قال أنا باطلة على تمر قال الثاني على رز لا نشترك في نوع واحد وكل يخرج بقدر حصته هذه الصورة الصورة الثانية احنا صحيح خمسة أولاد لكن ثلاثة أغنياء الغني مو اللي عنده أموال طائلة الغني يعني الذي عنده كفايته عنده ما يكفي وفي قباله الفقير فالموظف اللي راتب يكفيه غني احنا ثلاثة من الأخوة راتبنا يكفينا أغنياء واثنين من الأخوة فقراء فالسؤال إذا كانت فطرة الوالدة علينا نحن الخمسة نحن ثلاثة أغنياء واثنان فقراء هل يجب على الفقراء؟ لا من شروط وجوب الفطرة الغناء لأنهما فقيران لا يجب أن يخرج الحصة ماذا نصنع؟ علينا أن نحتاط بإخراج الحصص الثلاث التي علينا ما يجب أن نطلع مالة حصة أخي وحصة أخي الآخر إذن المسألة هكذا من هو غني من هؤلاء يخرج حصته ومن هو فقير لا يجب عليه أن يخرج الفطرة هذه مسألة واضحة لكنها تفتح الباب إلى مسألة أخرى وهي إذا كان الإنسان في عيلولة نفسه وغيره كيف يعني؟ مثلا أنا تزوجت وسكنت في شقة في بيت الوالد والدي وفر لي شقة قال لي يا ولدي حياك اسكن عندي أنا في الواقع موظف ولي راتبي ولكني ساكن في شقة الوالد فأنا الآن أصرف على نفسي طعاما ولباسا وأمور أخرى ووالدي وفر السكن السكن لو ألحظة يمكن يساوي ثلث حاجة الشهرية يعني مثلا يمكن أجار الشقة في السوق 200 دينار وأنا أصرف 400 يعني صار والدي يعطيني في الشهر ما قدر حاجة ثلث والثلثان من راتبي فعيلولتي على نفسي وعلى والدي بنسبة متفاوتة أنا الثلثان وأبي الثلث هنا ذكر مكتب السيد السستاني في العام الماضي أننا أنا وأبي نتقاسم الفطرة أنا أخرج ثلثاها ووالدي الثلث هذا في مثالنا 200 دينار و400 بعض الأحيان لا نسبة تختلف ساعتنا أصرف في الشهر 200 وأجار الشقة 200 والدي أعطاني إيها أسكنها ببلاش فصار نصف علي ونصف على والدي وساعاتنا صرفي قليل جدا 100 دينار والشقة أجارها 200 فأنا اللي أدفع ثلث والدي ثلثان إذن النسبة هي تحدد كم أخرج أنا وكم يخرج والدي وين التعقيد وين الصعوبة في غياب وضوح النسبة ما أدري أنا كم أصرف والدي كم يصرف بالتالي هنا مشكلة كيف نحلها نحلها بأحد طريقين هو طريق واحد أو طريقين طريق الأول أقول لوالدي خلنا نتفق مع بعض أنت بتطلع يا والدي على شنو قال يا والدي أنا على التمر النوع الفلاني أقول لي أنت طلع عني وأنا بطلع عني بهذه الطريقة عني وعن زوجتي طبعا أنت طلع عننا وإحنا نطلع عننا منطلع زياد من واجب لكن يوافق الاحتياط فأنت اللي في دمتك طلعت وأنت اللي في دمتي طلعت أنت طلعت اللي في دمتك وزيادة وأنا طلعت اللي في دمتي وزيادة لكن برأت دمتي وبرأت دمتك فإذا الأب يخرج والولد يخرج بعض العوائل يقول لا ما نقبل ليش تكلفونا يا حبيب لو سكتنا عندك بتطلع تمر ثلاثة دينار نقدر نقترح عليك تطلع حنطة رخيصة فالكلفة أقل أنت بتطلع ولدك والكلفة أقل المهم نعالج المسألة فقهيا لأن هنا تتقسم الفطرة بالنسبة والنسبة غامضة فأنت تخرج وأبوك يخرج بنفس الصنف هذا الحل ما نبي نبي نطلع مرة واحدة تفضلوا الحل الثاني ما هو أحدكما أنت يا أب أو أنت يا ولد يطلب من الآخر أن يخرج فأنا مثلا أقول لوالدي يا أبتا أخرج الفطرة إن كانت واجبة علي أدى أنت وكلتك أو طلبت منك إن كانت واجبة عليك أدى أنت أخرجت فأخرجها بنية الواجب علي أو عليك مرة واحدة واحد يقول لا أنا ما أريد الوالد يخرجها بسيطة أطلب من الوالد أن يطلب منك أنت تخرجها فيقول الأب يا ولدي فطرتك وفطرة زوجتك طلعها إذا شف دمتي جزء منها ده أنا طلبت منك أن تخرجها أنت فبيطلع الزوج عنه وعن زوجته بنية إن ما في دمتي وما في دمتي وما في دمتي والدي يكفي إذن إذا اشترك أطراف في عيلولة شخص وكانت النسبة واضحة يتقاسمان إذا كان تشويش في النسبة غير واضحة يمكن كل واحد يخرج نفس النوع الطعام ثمن نفس الطعام هذا يخرج وهذا يخرج فكل واحد يطلع الواجب وزيادة وإما أحدهما يطلب من الآخر يقول أخرج حصتك وحصتي أدانا أطلب منك ذلك فتنحل المشكلة والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين